السؤال الأولاني بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد مبلغ 100 ألف جنيه للفائدة بتاعتهم في السنة 3000 جنيه أطلع زكاء المال بتاعهم ازاي ودي فلوس ماركونة يعني هو بيقول ان الفلوس دي ماركونة مش بيصرف منها هيطلع عليها 2.5% كل سنة يعني يطلع 2.5% عليها كل سنة بدلا هو ما بيصرفش منها لو هو بيصرف منها هيطلع 10% من الريع هيطلع 10% من ال3000 اللي بتجيله كل سنة لكن ازا كان هو الفلوس دي ازا كانت محطوطة في شكل وديعة او شهادات استثمار اما ازا كانت في شكل حساب استثماري فيطلع عليها 2.5% على كل حال يعني ايه 2.5% يعني يطلع 25 جنيه على كل 1000 جنيه سهلة كده عشان نازمة لغبطش يبقى يطلع 25 جنيه على كل 1000 جنيه يبقى يطلع على ده زي ما احنا قلنا كده عني يطلع بال 25 جنيه في 100000 يطلع علينا الرقم اللي هو واجب علينا وهي دي طريقة حسابهم للذكاة يبقى احنا بدل دي فلوس ماركونة وهنطلع عليها 2.5% عن كل 25 جنيه على كل 1000 جنيه ترجمة نانسي قنقر